بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طالبات وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة زي ما وعدتكم هي أولى حلقات مادة الآفات الزراعية تخصص جميع تخصصات المقررة على دبلوم المدارس نظام ثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات وزي ما أنا معودكم أي مادة بنبدأ في دراستها الأول مرة لازم أعرف الأهداف العامة من تدريس مادة الآفات الزراعية أول هدف عندنا اللي بيختص بكساب الطلاب المعارف والقدرات والمهارات التي تمكنه من تحديد أعراض الإصابة على النباتات المختلفة والمحاصيل المختلفة وتحديد نسبة الإصابة وكيفية مكافحة الآفات الزراعية على هذه المحاصيل أيضاً من ضمن الأهداف تعريف الطلاب بوسائل المكافحة المختلفة سواء كانت مكافحة تشريعية أو مكافحة زراعية أو مكافحة ميكانيكية أو مكافحة حيوية أو مكافحة كيموية أو طرق حديثة من المكافحة أو المكافحة المتكاملة اللي احنا بنرمز لها بالـ IBM أو اللي بقولوا عليها Integrated Best Management أيضاً من ضمن الأهداف العامة لتدريس مادة الآفات الزراعية تعريف الطلاب بأهم الآفات التي تصيب المحاصيل المختلفة سواء كانت محاصيل حقلية أو أشجار فكهة أو محاصيل الخضر أو النباتات الزينة أو النباتات الطبية والعطرية وأيضاً الأفات اللي بتصيب الإنسان والحيوان وكيفية مكافحة هذه الأفات أيضاً من ضمن الأهداف العامة لتدريس مادة الأفات الزراعية تعريف الطلاب بأهم الأفات التي تصيب الإنسان وتصيب الصحة العامة وكيفية تدارك ومقاومة هذه الأفات وكيفية الحد من تلوث البيئة والحفاظ على النظام البيئي أيضاً من ضمن الأهداف العامة لتدريس الأفات الزراعية إكساب الطلاب المهارات والمعارف التي تمكنهم من تحديد أنواع الأفات الحيوانية الغير حشرية التي تصيب المحاصيل المختلفة سواء كانت طيور أو قوارد أو أكاروسات أو نيماتودة أو القواقع التي لها أهمية اقتصادية في المجال الزراعي أيضاً من ضمن الأهداف وده أهم هدف دايماً بنركز عليه إكساب الطلاب المعارف والمهارات اللي بتمكنهم العملية اللي بتمكنهم من مقاومة الأفات الزراعية الضرة أيضاً من ضمن الأهداف وأخيراً اللي هو إكساب الطلاب المهارات والمعارف العلمية لكي يتمكنوا من الالتحاق بسوق العمل سوق العمل يعني هيكون عندي مشروع رجل أعمال صغير أو مهندس زراعي ناجح بيلجعلوا المجتمع في مجال الاستشارات الزراعية وأيضاً في مجال مكافحة الآفات للحفاظ على صحة الإنسان وزيادة الدخل القومي إزاي ده اللي حنعرفه من خلال حلقة النهاردة تعالوا بينا نبدأ حلقة النهاردة وهي أولى حلقات مادة الآفات الزراعية أول حاجة عندنا حنتعرف على مظاهر الإصابة بالآفات المختلفة مظاهر الإصابة بالآفات المختلفة عندنا أول حاجة حناخدها تعريف الآفة تعريف الآفة هي أي كائن حي بيضرب الإنسان وممتلكاته وعندي أنواع الآفات عندي ثلاث أنواع رئيسية للآفات أولاً آفات نباتية تشمل إيه الآفات النباتية؟ الحشائش والطحالب والنباتات الزهرية المتطفلة والفطريات والبكتيريا أيضاً تاني نوع عندي من أنواع الآفات اللي هي الآفات الحيوانية تشمل الأكاروسات حد يسألني يا دكتور يعني هي أكاروسات؟ الأكاروس بمتها البساطة هي نوع من أنواع العناكب الصغيرة الحجم التي يصعب تمييزها أو رؤيتها بالعين المجردة وأيضاً النماتودة والقوارض والطيور ثالث نوع عندي من الآفات الحشرية أو الآفات عموماً الآفات الحشرية بتشمل كل أنواع الحشرات طيب هل الحشرات مملكة تانية غير مملكة الحيوان؟ لا بالعكس ده هي نوع من أنواع المملكة أو قسم من أقسام المملكة الحيوانية بنقولها عليه كلاس إنسكتا وفي صفات عامة أنتوا درستوها في الصف الثاني الصفات العامة دي بنقولها لها الصفات العامة للحشرات إزاي فرق بين الحشرة والحيوان؟ هفرق بينهم عن طريق صفات عامة هفكركم بها بسرعة لشان دي مهم عندنا في الحلقات السابقة أول حاجة إنه جسم الحشرة بيكون مقسم لتلات مناطق منطقة الرأس ومنطقة الصد ومنطقة البطن طيب الرأس دي بتحمل مجموعة من الزوائد أول حاجة فيها اللي هي زوج من كورون الاستشعار وزوج من الأعين المركبة وعدد من العيون البسيطة وأيضا أجزاء الفم المختلفة سواء كان أجزاء فم قارض أو ساقب ماص أو لاعق أو ماص أو أي كان نوع أجزاء الفم اللي عندي وبعد كده منطقة الصدر بتشمل أو بتتكون من ثلاث حلقات صدرية الحلقة الصدرية الأولى والحلقة الصدرية التانية والحلقة الصدرية التالتة الحلقة الصدرية الأولى بتحمل الزوج الأول من الأرجل المفصلية والحلقة الصدرية التانية بتحمل الزوج التاني والحلقة الصدرية التالتة بتحمل الزوج الثالث طيب هل الصدر بيحمل أجزاء الأرجل فقط؟ لا بيحمل أيضا الأجنحة والأجنحة الزوج الأول من الأجنحة بيحمل على الحلقة الصدرية التانية والزوج التاني أو بنقول على الزوج الخلفي من الأجنحة بيحمل على الحلقة الصدرية الثالثة والبطن مكون من 11 حلقة وبتحمل في نهايتها القرون الشراجية والزواد التناسلية تعالوا بينا نبص مع الرسم كده في قناتنا المتميزة عشان نعرف بالصوت والصورة أجزاء أرجل الحشرات أهو عندي هذه منطقة الرأس وبعدين منطقة الصدر بتحمل الأرجل ست أرجل تلات أزواج من الأرجل المفصلية يعني 6 أرجل مفصلية وأيضا قادي منطقة البطن مكونة من 11 حلقة ودي عندي أمثلة للأفات دي أفا حشرية وهنا أفا حيوانية اللي هي الأكاروس والنيمة تو دا في تقسيم عندي للأفات الحشرية على حسب عدد عوائلها يعني هي على حسب عدد عوائلها؟ يعني على حسب عدد النباتات اللي بتتغزى عليها أول قسم عندي حشرات متعددة العوائل يعني متعددة العوائل؟ يعني حشرات لها مجال واسع من التغزية على أنواع مختلفة من النباتات الحشرات المتعددة العوائل الأمثلة اللي عندي دودة ورق القطن والحفار والجراد وانتوا شايفين في شمال الشاشة أدي الجراد ودي حيوان أو حشرة الحفار عندي تاني نوع من الأنواع حشرات محدودة العوائل يعني محدود العوائل؟ يعني بتتغزى على عدد محدد أو نوع معين من النباتات والمثال اللي عندي ديدان اللوز بتشمل ديدان اللوز الشوكية وديدان اللوز الكورنفولية وأيضا الساقبات والساقبات اللي عندي بثلاث أنواع معينة من الحشرات اللي هي دودة القصب الكبيرة ودودة القصب الصغيرة ودودة الزرة الأوروبية والنوع الأخير اللي هو حشرات وحيدة العائل يعني بتتغزى على نوع نباتي واحد والمثال اللي عندنا حشرة بق القصب الدقيقي الجزئية دي يا أولاد ممكن يجيلكوا فيها أسئلة في الامتحان يقول لك علل تفيد الدورة الزراعية في مكافحة بق القصب الدقيقي ولا تفيد في مكافحة الجراد أو الحفار هتجواب عليهم منتهى البساطة وحتقولوا لأنه بق القصب الدقيقي وحيد العائل بينما الحفار متعدد العوائل هناخد بعد كده مظاهر الإصابة بالحشرات التي تتغزى بقرض العائل يعني أجزاء الفم بتاعتها من النوع القارض وأول حشرة هنتعرض لها في حلقة النهاردة اللي هو مظاهر الإصابة بدودة ورق القطن بتسبب مظاهر إصابة كتير جدا على النباتات لأنها لسه أقول لكم من شوية أنها متعددة العوائل أول حاجة بلاحظها لو نزلت الحقل المصاب بدودة ورق القطن هلاقي وجود لطع البيض على الأوراق اتنين تآكل الأوراق مع وجود سقوط بها تلاتة للحقل المصاب رائحة مميزة بتعرف من على بعد أربعة بتصيب البرسيم وتتغزى على الأوراق والبراعم والسمار وتعمل على تلف التقاوي وآخر حاجة بتتغزى على أوراق والسمار العنب وتتلفها لو لاحظتم من شوية ألسه يقول لكم دودة ورق القطن مفروض المظاهر الإصابة اللي عندي هتكون على نبات القطن فقط لا مش هتكون على نبات القطن فقط ده بتصيب عوائل مختلفة وأديتكم أمثلة زي نبات البرسيم أو محصول البرسيم وأشجار العنب وهنا في الشاشة عندنا مظاهر الإصابة زي ما انتم شايفين أدي الحشرة الكاملة لدودة ورق القطن اللي هي الفراشة تبع حرشفية الأجنحة وده عبارة عن كتلة البيض وهنا أدي اليرقة اللي احنا بنقول علىها الدودة وهي الطور الضار بالنسبة للحشرة دي ودي برضو مظاهر مختلف أولي اليرقات أهو عندنا في نص الشاشة وفي ناحية الشمال أدي يارقة أهو تتغزى على أوراق النباتات وشايفين السقوب اللي موجودة في الورقة وهنا دي طور العزراء وده طور ساكن من أطوار الحشرة وعايزة تديكم بس خلفية صغيرة عن مراحل التطور واحنا درسناها برضو قبل كده مراحل التطور في الحشرات يعني تطور يعني تشكل يعني الحشرة بتمر بكذا مرحلة اللي كي تصل إلى الحشرة الكاملة عندي نوعين يا أولاد من التطور عندي تطور تان يعني الحشرة بتمر بأربع مراحل هي مرحلة البيض وبعدين البيض بيفقس ويطلع منه يارقات وبعدين اليرقات بتتغزى وتنسلخ وتتحول لعزراء في شرنقة سواء كانت من الطين أو من الحرير أو من شرط الخشب وبعد كده الشرنقة بتتحول إلى حشرة كاملة وبنقول عليه تطور كامل أو بقول عليه تطور تام النوع التاني بنقول عليه تطور ناقص أو تدريجي تطور ناقص يعني بمرغب 3 مراحل بداية من مرحلة البيض والبيض بيفقس ويطلع منه طور بنقول عليه طور الحرية وبعد كده الحرية بتتحول إلى حشرة كاملة تعالوا بمنا ناخد تاني آفة عندنا حشرية اللي هي مظاهر الإصابة بدودة اللوز الكورنفولية ودي ده اللوز بتصيب اللوز الكطن وبتعمل فيه خسار كبيرة جدا والسقوب اللي بتعملها زي ما احنا خدنا في مادة الأمراض بتؤدي إلى دخول المسببات أو إحداث جروح بتؤدي إلى دخول المسببات المرضية وإصابتها بمرض خدناه في الحلقات اللي فاتت اللي هو مرض العفن الجاف في اللوز الكطن مظاهر الإصابة بدودة اللوز الكورنفولية تتغذى على أعضاء التذكير في البراعم تعمل على تلف مصرع واحد من اللوزة وانتشار ظاهرة المبرومة في المخازن والصورة من فوق هنا دي الحشرة الكاملة لدودة اللوز الكورنفولية ودي الياركة اللي هي وقد اللون الكورنفولية عشان كده سميت بهذا الاسم وانتشار ظاهرة المبرومة في المخازن تالت نوع من الحشرات اللي هناخده اللي هو من الحشرات اللي بتتغذى بقرد العقل اللي هو مظاهر الإصابة بالحفار الحفار ده عايش فيه زي ما انتوا شايفين في الصورة عندنا احنا جايبين لكم كل حاجة علشان هنا في برنامجنا في بيتنا مدرسة احنا قناة تفاعلية بنقول عليه Active Learning يعني تعلم نشط احنا بنجيب فيديوهات بنجيب صور علشان نوصل المعلومة لأعزاء الطلبة والطالبات في منازلهم ونحفظ عليكم بقدر الامكان وبالمناسبة من هنا انا حابب اشكر كرو العمل في البرنامج لانه بصراحة الناس هنا خلية نحل شغالة علشان نوفر لكم خدمة تعليمية متميزة لأعزاءنا الطلبة والطالبات في المنازل تعالوا بينا نكمل ونشوف اعراض الاصابة بالحفار قرد جزور النباتات اسفل سطح التربة اتنين قرد الاجزاء النباتية الموجودة تحت سطح التربة مثل الدرانات وتطلفها اللي هي درانات اللي هي البطاطس ايضا الحفار بيتغزى على الاجزاء القريبة من سطح التربة لنباتات الخضر وليكن الخيار او الكوسة او اي كان نوع من انواع نباتات الخضر وبيحدث فيها سقوط بتؤدي الى اصابتها بالتعافن والمسببات الايه المسببات المرضية تعالوا بينا ناخد رابع حاجة والاخيرة في الحشرات اللي بتتغزى بقرض العائل اللي هي مظاهر الاصابة بحشرات الحبوب والمواد المخزونة يعني الحبوب والمواد المخزونة اللي انا بخزنها في المخازن لحين استعمالها بتظهر عليها لو انا دخلت المخزن مفروض احدد نسبة الاصابة بهذه الحشرات عن طريق ايه اول حاجة بشوف او ظهور الفراشات والسوس والخنافس فوق اكوام الحبوب وجود حبوب متأكلة ومسقبة وجود بقع سوداء على البقول اللي هي البقوليات زي الفول والعدس والبسلة واللبيا وكل انواع البقوليات اللي عندي للحبوب المصابة رائحة مميزة وخامس حاجة والاخيرة وجود حشرات ميتة وبقايا جلود الانسلاخ مختلطة بالحبوب واللي في الصورة هنا دي امثلة للحشرات او افات الحبوب المخزونة هناخد تاني حاجة مظاهر الاصابة بالحشرات التي تتغزى عن طريق امتصاص عصارة النبات يعني انا هتوقع ان الحشرات اللي عندي لازم يكون اجزاء الفم فيها من النوع الساقب الماص يعني بتسقب الجدر الخلوية او الجدر الخارجية للنبات ثم تتغزى بامتصاص عصارة الايه بامتصاص عصارة النبات اول حاجة عندنا هناخدها مظاهر الاصابة بالحشرات القشرية ودي عموما بتفضل اصابة الموالح او اشجار الفيكس اللي هي منتشرة في الشوارع هنشوف المظاهر بتاعت الاصابة بالحشرات القشرية اول حاجة تتغزى بامتصاص عصارة النبات وتسبب خلي بالكم من اللفظ خطوط حطوا خط تحت كلمة خطوط مش بوع خطوط صفراء على الاوراق اتنين صغر حجم السمار المصابة مع ارتفاع نسبة الحموضة شايفين السمرة في الشاشة من ناحية الشمال العاملة زي الاصمر اللي عندنا ده كله ده الحشرات القشرية الاستوداء فيه انواع منها كتير جدا فيه الحشرات القشرية الحمراء وفيه حشرة الحشر القشرية المحارية فيه عندي انواع كتير جدا من الحشرات القشرية تاني نوع عندي هناخده اللي هو مظاهر الاصابة بالمن المن اول حاجة بتتغزى بامتصاص عصارة النبات وتسبب خلي بالكم هنا بقى ايه بقع صفراء اللون على الاوراق الحشرة القشرية كانت خطوط صفراء هنا في المن بقع ايه صفراء اتنين والعرض المميز وده اللي بيميز الاصابة بحشرة المن افراز ما يسمى الندوة العسلية وبيجيلكوا فيها سؤال علل في الامتحان يا ولاد يقولك علل مشاهدة الندوة العسلية عند الاصابة بحشرة المن هتقوله بمنتهى البساطة الندوة العسلية دي عبارة عن سكريات الحشرة امتصتها وبعد كده بشوفها او بلاحظها على الاوراق المصابة هتقوله الايجابة لان حشرة المن بتمتص كمية كبيرة من الكربوهايدرات وتتخلص منها في صورة ندوة عسلية على اوراق الايه النبات المصابة تلاتة التصاق الاتريبة بالاوراق ونمو فطريات العفن الاسود طب فطريات العفن الاسود ده دخل النبات منين مهلمان اجزاء الفم بتاعته ساقبة ايه مصة احدث جروح في بشرة النبات وبالتالي عمل عملية تسهيل لدخول المسبب الايه المرضي اللي هو فطريات العفن الاسود وايضا طالما موجودة عند ندوة عسلية بتتجمع حشرة النمل على النباتات المصابة واخر حاجة واهم حاجة في اعراض الاصابة بالحشرات عموما ذات اجزاء الفم الساقب المص اللي هو بتنقل الامراض الفيروسية طب المرض الفيروسي بينتقل عن طريق ايه عن طريق امتصاص عصارة النبات من نبات مصاب بالفيروس بتنقله لنبات سليم عن طريق اجزاء الفم الساقب المص تاني نوع عندنا اللي هي مظاهر الاصابة بالزبابة البيضاء الزبابة البيضاء ايضا اجزاء الفم فيها من النوع الساقب المص تتغذى بامتصاص عصارة النبات وتسبب بقع صفراء اتنين ايضا افراز النادوة العسلية تلاتة انتشار ظاهرة احمرار الاوراق بلاحظها ازاي بلاحظ وجود بقع حمراء داكنة على السطح العلوي للورقة بيقابلها بقع باهته على السطح السفلي وانا عندي في المنهج سواء كان طلبة نظام الثلاث سنوات او الخامس سنوات عندي تلات اعزائي الطلبة عندي تلات اعراض للاحمرار حيقابلوني في المنهج اول نوع اللي احنا خدنا دلوقتي اللي هو بقع حمراء داكنة على السطح العلوي ويقابلها بقع باهته على السطح السفلي يبقى على طول وانا مغمض اقول دي اعراض الاصابة بالزبابة البيضاء النوع التاني اللي هو اكاروس عن كبوت الاحمر بيسبب بقع حمراء بنفسجية اللون حول العرق الوسطي لورقة النبات طب والنوع الاخير اللي هو العطش الفيسيولوجي وده بلاقي بقع حمراء لون هطوبي بتبقى فيه حواف في الورقة دون ان تصل الى العرق الايه الى العرق الوسطي وبعد كده اخر حاجة فيه اعراض الاصابة بالزبابة البيضاء اللي هو نقل الامراض الايه الفيروسية هناخد حشرة بعد كده مهمة جدا اللي هي حشرة التيريبس حشرة التيريبس او ما يعرف اصطلاحا بالصعو اللي هي اول حاجة بتقوم بامتصاص عصارة وخلي بالكم حشرة التيريبس اجزاء الفم فيها من النوع الخادش الماص وليس الساقب الايه الماص لانه لا يوجد لها ايه فك علوي بتقوم بامتصاص عصارة النبات وبتسبب تجاعد الاوراق ووجود بقع في الضيط اللون ده اول حاجة بتميز الاصابة بالتيريبس وجود بقع في الضيط اللون على السطح السفلي للورقة وخلي بالك من كلمة السطح السفلي لانه ممكن تيجي لك صح وغلط وغير لك اللي ايه المعنى وبيجي لك فيها سؤال عالي في الامتحان ليه بتظهر البقع في الضيط اللون عند الاصابة بالتيريبس هنقوله لانه التيريبس بيتغزى على المحتويات الداخلية لخلايا الموجودة اسفل بشرة الورقة وبتمتلق هذه الخلايا بفقاقيع الهواء اللي بتعكس الضوء وتعطي المظهر الفضي بعد كده هناخد الحشرات مظهر الاصابة بالحشرات ذات الطابع الخاص يعني ايه طابع خاص يعني لها طبيعة خاصة في التغزية على النباتات هناخد منها نوعين النوع الاول اللي هو مظهر الاصابة بصانعات الانفاق في الاوراق يعني ناخرات الاوراق اول حاجة بتقوم بالتغزية على النسيج الوسطي للورق ايه هو النسيج الوسطي ابولو علي المزوفل النسيج الوسطي اللي بيبقى موجود بين بشرة النبات العليا وبشرة النبات السفلة اللي هو بيحتابه على البلاستدات الخضراء اللي بتقوم بعملية البناء الضوي وطالما حصل فيها تغزية او امتصاص لها فالنبات لا يستطيع القيام بعملية البناء الضوي وبيؤدي ذلك الى موت النبات او نقص في المحصول وبتصنع هذه الحشرات انفاق مثل ناخرات اوراق الفول وزبابة البنجر هناخد بقى النوع التاني اللي هو مظاهر الاصابة بالنمل الابيض وناخرات الاخشاب بتشمل مظاهر اصابة اسفل سطح التربة ومظاهر اصابة فوق سطح التربة هناخد اولا مظاهر الاصابة اسفل سطح التربة بتتمثل في ايه تتمثل في وجود ممرات من الطين او الرمل على شكل انابيض بتستخدمها الحشرة في التجول للبحث على الغذاء اتنين التصاق الحصر والابسطة والحبوب بالارض تلاتة تآكل الاجزاء الداخلية من اخشاب الاساس اللي هو الفرش اللي عندي في البيت بيتآكل لو انا سبته في مكان غير نظيف او مصاب بالنمل اللي ايه الابيض اللي هو متعرف على اسطلاحا اللي هو سوسة الخشب والارضيات اللي هي الارضيات البركية المصنوعة من الخشب والابواب والشبابيك ومشاهدة اجناهة الحشرة ساقطة في موسم الهجرة وهي هناخد بعد كده مظاهر الاصابة اللي موجودة فوق سطح التربة اول حاجة فيها وجود سكوب صغيرة بيخرج منها فضلات الحشرة مع سماع صوت فكوكها ليلا وهي تتغذى على الأخشاب اتنين مشاهدة اكوام بركانية على ارضيات الطرق بارتفاع 10 سنطي هذه الأكوام عندها ايزالات هنلاحظ وجود مستعمرة النمل واول حاجة بتقابلني اللي هي بنقول عليها الجنود الحراسة بعد كده هناخد مظاهر الاصابة بالأفات الحيوانية وانا من شوية لكم الفرق بين الحيوان والحشرة عشان كده ركزت على النقطة دي وخدتها او رجعتلك الصفات العامة للحشرات اللي احنا كنا درسناها في الصف الاول هناخد من الآفات الحيوانية قفتين اللي هو الأكروسات والنماتودة وركزوا فيها جامد علشان خاطر احنا هنيرجع نتعرض لهم في نهاية المنهج مرة اخرى اول حاجة في مظاهر الاصابة بالأكروس زي ما احنا قلنا من شوية الأكروس حيوان صغير في الحجم يصب رؤيته بالعين المجردة تتغذى بامتصاص عصارة النبات وبتسبب بقع صفراء اللون لان هي اصلا اجزاء الفم فيها بتبع من النوع الساقب الماص اتنين الأكروس الاحمر اللي هو انتوا شايفينه في الصورة عندنا ده ده بيسبب بقع حمراء بنفسجية اللون على السطح العلو للورقة حول العرق الايه الوسطي يعني اللي موجود في وسط الورقة أكروس الحلويات بيسبب بقع بيضاء اللون وأكروس الموالح البني بيسبب بقع صفراء اللون فيه عند أكروس تاني اللي هو أكروس صدق الموالح بلاقي جزء من صمرة الموالح عليها مظاهر اصابة صدقية في جانب من جوانب الايه الصمرة تعالوا بينا ناخد تاني نوع من الافات الحيوانية اللي هي النيماتودة النيماتودة أولاد عبارة عن حيوانات ميكروسكوبية بتعيش في التربة حول جزور النباتات وبتؤدي إلى إصابة النبات بالعديد من الأمراض وتعتبر هي الآفة أو تاني آفة خطيرة على المحاصيل الحقلية أو محاصيل الزينة من ناحية الخسار الاقتصادي هناخد أول حاجة من مظاهر الاصابة بالنيماتودة تبقع الأوراق وتكوين العقد كما في بعض أنواع النجليات الإحمرار الحلقي للسوق الداخلية اللي هي الساق بتاعة نبات النخيل كما في نيماتودة النخيل ثلاثة أورام أو تعاقد الجزور كما في نيماتودة تعاقد الجزور أربعة تقاروحات الجزرية والتفارع الشاز للمجموعة الجزري اللي بنقول عليها ظاهرة اللحية وبعد كده الانتفاخ الطرفي والمنحني للقمة النامية للجزر بلاي قمة الجزر مفروض تبقى مدببة لا بلايها منتفقة ومنحنية إلى أعلى بعد كده السمرار وتشوه الجزور وسهولة انفصال القشرة عن الاستوانة الوعية الاستوانة الوعية اللي هي أوعية الخشب وأوعية اللحاء والتصاق حبيبات التربة بالجزر حتى بعد غسيله جيدا تحت طيار من الماء وده بيبقى على طول طالما كل الأعراض ده متوفرة يبقى أنا أقول على طول مباشرة ده أعراض الإصابة بنيماتودة الموالح اللي بتسبب عندي مرض خطير جدا بقول علي مرض التدهور البطيء في أشجار الموالح وده منتشر جدا في الأعراضي الرملية لأنه النماتودة بتفضل إصابة الأعراضي الصفراء الخفيفة وعندي هنا في الشاشة زي ما انتم شايفين أعزائي الطلبة مظاهر الإصابة بالنيماتودة ده نماتودة تعقد الجزور وده أيضا نماتودة تعقد الجزور وده الشكل الظاهري أو المورفولوجي للنيماتودة هيا شايفين عاملها زي صعبان بس صغير في الحجم ده كله تحت المايكروسكوب تعالوا ناخد بقى الأضرار الناشئة عن الإصابة بالأفات الحشرية والحيوانية أنا في بداية الحلقة كنت بقول لكم اسمي الآفة وبعدين بذكر أعراض الإصابة بتاعتها هنا بقول الأضرار وبقول مثل آفة كذا يعني أنا مش هقول حاجة جديدة ده حاجات متكررة بس احنا بنعكس لإيه الصورة علشان بس انتم ما تطلقبطوش أول حاجة عندنا مظاهر الإصابة بالحشرات اللي بتسبب ضرعا للنباتات في حشرات عندي بتتغزى على الأوراق والبراعم والسقان والسمار المثال اللي عندي دودة ورق الكطن والجراد وأنا أخذتهم اتنين بتمتص عصارة النباتات اللي هي الحشرات ذات أجزاء الفم السقب المص زي المن والحشرات القشرية والبق الدقيقي تلاتة بتسكب وتصنع عنفاقا في السوق والأفرع زي ساقبات الدرة وأنا قلت ساقبات الزرة من شوية دودت القصب الصغيرة ودودت القصب الكبيرة ودودت الزرة الأوروبية ونخرات الأخشاب زي النمل الأبيض عندكم اللي فوق في الصورة دي دي اليرقة بتاعة دودة القصب الصغيرة وهنا ده النمل الأبيض أربع بتتجول داخل السمار والبزور والمثال اللي عندي زبابة الفكهة وفراشة درانات البطاطس خمسة بتحفر بين بشرتي الأوراق مثل صانعات الأنفاق في الأوراق والمثال اللي احنا واخدينه من شوية اللي هي في الحشرات ذاتة التغذية اللي لها طبع خاص قلنا مثل ناخرات أوراق الفول وزبابة الإيه وزبابة البنجر وبتضع بضها داخل الأنسجة النباتية زي التربس ودبور الحنطة المنشاري وتتغزى على جزور النباتات جزور يبقى على طول عند الحفار وعند أنواع مختلفة للجعال زي جوال الأسود أو جوال الورد الزغبي أو جوال الخوخ أي أن كان نوع الجعال اللي عندي تمانية بتنقل الأمراض البكتيرية والفطرية والفيروسية وأمراض البروتوزوة مثل المن وعموما الحشرات الساقبة المصة وأيضا الضرر اللي بتسببه الحشرات للمواد المخزونة زي ما احنا خدناه في بداية الحلقة عراض الإصابة المختلفة الحاجة الجديدة بقى اللي هو الضرر اللي بتسببه الحشرات للإنسان والحيوان احنا بنتكلم هنا عن الحشرات الطبية والبيطرية أول حاجة بتضر بصحة الإنسان وبتنقله مرض خطير جدا اسمه مرض الملاريا وده مرض منتشر في المناطق المدارية أو المناطق بنقول على المناطق الاستوئية بتنقله أنسة بعودة بنقول على أنسة بعودة الأنوفلس وأيضا في مرض بتنقله زبابة التسي تسي بنقول على مرض النوم اتنين بتضايق الإنسان والحيوان زي البعود والزباب والنموس ونغف جلد البكر تقوم بإقلال راحة الإنسان ومضايقة زي البرغيت والقامل والبك وده كلها حشرات بتوجد في المناطق الغير نظيفة أربعة بتسبب أضرار ونقص للدخل القومي لما تسببه من خسائل للمحاصيل زي الكوارد اللي هي الفقران يعني والطيور اللي هي العصفير والأكروسات اللي هي العناكب هناخد حاجة بقى مهمة جدا اللي هي أغراض حصر القافة وعايزكوا تركزوا معايا في النقطة دي لأن الحصر هو الأساس اللي بينبني عليه استخدام طرق المكافحة المختلفة للقافة القافة يعني أنا عندي بنزل المزرعة اللي عندي أو الحقل اللي عندي بعمل عملية حصر يعني بعرف نوع القافة بعرف كسافتها يعني أعدادها بحدد الحد الاقتصادي الحرج للإصابة بالقافة طب حد يقول يا دكتور إيه الكلام الكبير ده إيه الحد الاقتصادي الحرج للإصابة حد الاقتصادي الحرج للإصابة بمنطقة البساطة هو الكسافة العددية للقافة التي عندها يتم البدء في استخدام طرق المكافحة المختلفة ركزوا دونوا كل حاجة أنا بقولها علشان خاطر يكون عندك في نهاية الفصل الدراسي أو في نهاية السنة مجموعة الأسئلة اللي أنا بقولها لن يخلوا منها امتحان آخر العام بإذن الله أول حاجة من أغراض الحصر الحصول على معلومات عن نوع معين من الحشرات اتنين التعرف على أنواع الحشرات التي تصيب محصول معين تلاتة المساعدة في رسم برنامج المكافحة ضد آفة معانة ولما أقول برنامج المكافحة بقصد بيها استخدام كل الطرق المكافحة المختلفة سواء كانت مكافحة تشريعية أو مكافحة زراعية أو مكافحة ميكانيكية أو حيوية أو مكافحة متكملة بس تختمها كبرنامج أشوف اللي يناسب البيئة اللي عندي وإمكانيات واختصيضيات عملية المكافحة ونوع الآفة وأبدأ أرسم برنامج معين لمكافحة هذه الآفات وذلك للمحافظة على البيئة وتقاليل التكاليف وسهولة إجراء عملية اللي هي عملية المكافحة ثلاثة وإنها أربعة الحصول على بيانات على أساسها يتم سن قوانين الحجر الزراعي والحجر الزراعي يعني أنا بمنع انتقال الآفات من منطقة مصابة إلى منطقة سليمة سواء كانت بين دولة وأخرى بقول عليه حجر الزراعي خارجي أو بين أو داخل الدولة الوحدة بقول عليه حجر الزراعي إيه؟ داخلي بعد كده هنأخد الغرض الخامس من أغراض حصر الآفات اللي هو بيستخدم الحصر الفينولوجي للحصول على بيانات بتستخدم كسجل عندي بدون في السجل ده موعيد ظهور الآفات كسافتها المحاصيل اللي بتصيبها المنطقة اللي أنا عملت فيها عملية الحصر وبالتالي برجع لهذا السجل بصورة دورية بدل ما كل شوية أعمل عملية ايه؟ عملية حصر سادس حاجة تستخدم كخط الدفاع الأول في أوقات الحرب البيولوجية ايه الحرب البيولوجية دي يا دكتور اللي احنا بنعيشها دلوقتي حرب البيولوجية مقصود بيها أن أنا بستخدم أفات ضر أو بستخدم كائنات ممرضة في القضاء أو في أن أنا بسبب أمراض للعدو اللي عندي بنشر فيروسات بنشر أمراض معينة في البلد المعادية وده طبعا حاجة مش كويسة يا أولاد لأنه بقولوا عليها ديرتي وور أو بسموها الحرب القذرة مفروض الحرب يكون فيها شرف ده ومفروض ما يكونش في حرب أصلا قد يجرى الحصر للتعرف على الأفات التي تتسرب داخل البلاد أو غير معروفة وذلك لتحديد أماكن انتشارها وطرق مكافحتها وإحنا في مصر اتعرضنا للمشكلة دي لما دخلت لنا آفة خطيرة جدا بقولوا عليها إيجزي النخيل اللي هي سوسة النخيل اللي إيه سوسة النخيل الحمراء وإحنا بدأنا نحصرها ونعمل عليها حجر زراعي داخلي في مصر لأنه بداية ظهرها كان في محافظة شمال سيناء بدأت تيجي الإسماعيلية وإن شاء الله نحاول نعمل عليها كنترول لتحديد أو لتقليل خسائر هذه الآفة تامن حاجة من أغراض الحصر بيستخدم الحصر لإرشاد الزراع إلى الوقت المناسب لاستخدام المبيدات اللي إيه الحشرية هناخد بقى خدنا أغراض الحصر هناخد طرق الحصر أنا بحصر الآفات إزاي أنا قلت من شوية حصر يعني بعرف النوع والعدد والكسافة للآفة اللي عندي عندي طريقتين لطرق الحصر في طرق حصر بقول عليها طرق الحصر للآفات اللي موجودة فوق سطح التربة أو على النباتات فوق سطح التربة وفي طرق تانية بقول عليها طرق حصر للآفات اللي موجودة أسفل سطح التربة هناخد أول حاجة الآفات اللي موجودة فوق سطح التربة عندي نوعين يا أولاد من طرق الحصر بقول عليها طرق عامة وطرق إيه خاصة الطرق العامة باستخدم فيها المصاد المختلفة والطرق الخاصة باستخدم فيها شبكة الطول بتتم باستخدام أداة باخد عينة من التربة على عمق 3 بوصة وافحص الحشرات تعالوا نشوفها مع بعض هنا أولا طرق اللي فوق سطح التربة بتشمل طرق عامة وتشمل استخدام المصاد المختلفة اتنين المصاد المختلفة عندي ممكن مصيادة الناس كلها تعرفوا اللي هي مصادة البلقيني بيستخدموها في جمع يرقات دودة ورق القطن من حكول البرسيم النوع الثاني اللي هي طرق الخاصة زي شبكة الطل وحوركوا لها صورة دلوقتي وأخذ عينة وفحصها في الحقل وأخذ عينة وفحصها في المعمل ودي شبكة الطل اللي عندنا كلكم تعرفوها وشوفتها في المعمل البيولوجي اللي عندنا في المدارس الطرق اللي فات أسول سطح التربة بتأخذ عينة من التربة على عمق 3 بوصة وبصورة عشوية بدون تحيز يعني أخذها بصورة عشوية مش من مكان واحد من الأرض لا أبأأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا وبعمل عملية خلط خلط للعينة وبعد كده أفحص الحشرات اللي فيها وأعمل لها عملية حصر. هناخد بعد كده أهمية حصر الآفات. ليه أنا بعمل عملية حصر للآفات؟ أول حاجة التعرف على الآفات المختلفة في منطقة معينة بعمل لها عملية حصر عشان أعرف الآفات اللي عندي. الهدف من بعد عملية المعرفة أن أنا استعد بوسائل المكافحة المختلفة لتقليل انتشار الآفة وتقليل ضررها على المحاصيل المختلفة. اتنين معرفة العمل البيئية اللي بتتحكم في زيادة أو نقص عدد الآفات ثلاثة التعرف على الآفات الخطيرة التي لم تدرس من قبل أربعة التنبؤ بمدى الإصابة حتى يتسنى لنا الاستعداد بالوسائل المختلفة وخامس حاجة إرشاد الزراع إلى أفضل الطرق والوسائل لحماية ما حصلهم ضد الإصابة بالآفات المختلفة. تعالوا بقى نتطرق إلى جزئية مهمة جدا اللي هي كيفية تقدير نسبة الإصابة بالآفات المختلفة. أنا بقدر أنا نزلت الأرض عايز أعمل عملية تقدير لكسافة الآفة علشان أشوف الوقت المناسب عشان أتدخل بوسائل المكافحة المختلفة سواء كانت طرق المكافحة اللي عندي كلها سواء كان مكافحة زراعية أو تشرعية أو ميكانيكية أو حيوية أو كيموية أو أستخدم النوع الحديث في المكافحة أو أقول اتجاهات الحديثة فين في المكافحة أنا لازم أحدد حد اقتصادي حرج للآفة أو للمرة التانية كسافة العددية للآفة التي عندها يتم البدء في استخدام طرق المكافحة لإيه المختلفة. هناخد أمثلة للآفة اللي عندي وكل آفة بيبقى لحد اقتصادي حرج بتدخل عنده بالمكافحة أول حاجة دودة ورق القطن بعمل لها عملية تحديد لنسبة الإصابة إزاي؟ بيتم أخذ عينة عشوائية من الحقل المصاب بتبع عبارة عن كم نبات؟ بتبع عبارة عن مية نبات مية نبات وعندما تصل نسبة الإصابة في المية نبات لتمانية في المية ببدأ أستخدم طرق المكافحة المختلفة النوع الثاني اللي هي تقدير تعداد حشرة دودة اللوز الكورنفولية باخد برضو عينة عبارة مكونة من مية نبات بس بشرط إنه العينة بتكون تبعد عن المنازل أو المساكن مسافة لا تقل عن ربع كيلو أو 250 متر وعندما تصل نسبة الإصابة في هذه العينة 3% يعني إيه 3% أولاد؟ يعني لو عندي مية نبات ولاقيت 3 نباتات مصابين أبدأ أستخدم طرق المكافحة يعني معنى كده أن أنا وصلت للحد الاقتصادي الحرج للإصابة لو سبت الآفة موجودة بدون إجراء عملية المكافحة حتعرض لحاجة بقول عليها الضرر الاقتصادي الضرر الاقتصادي يعني إيه؟ أقل تعداد للآفة يسبب خسار اقتصادية للمحصول يعني يعمل لي خسارة في المحصول بعد كده هناخد طرق حصر وتقدير تعداد الجراد الصحراوي بيتم يا أولاد حصر وتقدير تعداد الجراد الصحراوي في مناطق تكاثره قبل أن يهاجر ويكون أسراب طب الجراد الصحراوي اللي بيهاجم جمهورية مصر العربية بيتكاثر في وركزوا فيها بيتكاثر في 3 مناطق يا أولاد في المنطقة الأولى بنقول عليها منطقة اليمن وشبه الجزيرة العربية المنطقة الثانية شرق الحبشة اللي هي أسيوبيا والسودان والمنطقة الثالثة بنقول عليها الصحراء الكبرى وغرب السودان يبقى أنا عندي 3 مناطق بيتكاثر فيهم الجراد وعندما يهاجر إلى مصر حيكون في صعوبة كبيرة جدا عندي في عملية المكافحة ولذلك بتطلع فرق مكافحة من عندنا علشان تكافح هذه الآفة في مناطق أو في بلاد تكاثرها طب ممكن يجي لي سؤال علل في النقطة دي أو ممكن يقولك علل يتم حصر وتقدير الجراد في مناطق تكاثره هنقوله لأن الجراد في صورته الانفرادية لا يشكل خطر على المحاصيل الزراعية تعالوا بينا ناخد رابع حاجة اللي هو حشرة حصر وتقدير تعداد المن المن زي ما أنا أقول لكم من شوية حشرة أجزاء الفم فيها ساقب إيه؟ ساقب مواص بتصيب معظم أنواع المحاصيل تتكاثر بطريقة مهولة لأنه فيها كمان تزاوج وفيها نوع من الإناس بيضع صغار بدون تزاوج اللي احنا بنقول عليه التوالد اللي إيه؟ البكري أقدر نسبة الإصابة إزاي؟ باقد بصورة عشوائية أيضا عشر وراءات من أي نبات بصورة عشوائية واعمل عملية حصر لأعداد الآفة اللي موجودة على كم وراء؟ على عشر وراءات عندما تصل نسبة الإصابة لها من واحد إلى خمس حشرات على العشر أوراق يبقى أنا عندي إصابة منخفضة ما عملش أي مكافعة طب لو كانت خمس حشرات برضو إصابة متوسطة لا تدخل بالمكافعة طب لو نسبة لو وصلت نسبة الإصابة يا أولاد لأكتر من خمس حشرات على العشر أولاق يبقى معنى كده أن أنا وصلت لحد الاقتصاد الحرج للإصابة وأبدأ أتدخل بإجراء عملية المكافعة اللي إيه؟ التطبيقية تعالوا بينا ناخد بعد كده تقدير تعداد حشرة التربس بيتم إجراء الحصر لحشرة التربس ليلاً ليه ليلاً؟ لأنه 80% أولاد من التعداد الحشري للحريات بتاعت التربس بتنشط ليلاً معنى كده أن أنا لو عملت الحصر بالنهار أصلاً مش هلاقي عندي إصابة بحشرة التربس فبيديني مؤشر خاطئ لعملية الحصر والتعداد ستة اللي هي تقدير الإصابة بالحشرات القشرية بعملها إزاي؟ ركزوا معايا في الجزئية دي الحشر القشرية زي ما أنا اتفقنا من شوية بتصيب الموالح طب أنا دخلت أو نزلت في أرض مزروعة بالبرتقون بحصل الحشر القشرية إزاي؟ بقسم الحديقة لمكررات كل مكررات بس بقسمها بصورة عشوائية بصورة يعني خيالية زي ما أنا بقول بقسمها لمكررات كل مكررات بتتكون من ثلاث أشجار بالطول في ثلاث أشجار بالعرض يعني معنى كده أن أنا عندي في كل مكررات تسع أشجار كم شجرة؟ تسعة باخد من التسع أشجار ورقة واحدة من التسعة بصورة عشوائية وعد الحشرات القشرية اللي موجودة على هذه الورقة إذا وصلت تعداد الحشرة إلى أربع إلى خمس حشرات حية لازم تكون حية من الحشرة القشرية معنى كده أن أنا وصلت إلى حد الاقتصاد الحرج للإصابة وأبدأ أجري عملية المكافحة هناخد بعد كده تقدير نسبة الإصابة بالحشرات في الحبوب والمواد المخزونة عندي سبع طرق أول طريقة الغربلة اتنين تكسير الحبوب تلاتة صبغ الحبوب باستخدام أنواع من الصبغات زي مثلا صبغة الفوكسين الحمضي أو طريقة الشفافية بضيف مادة كيموية معينة من الجلسرين ومواد أخرى بتعمل على أن الحبوب تبقى شفافة وبالتالي بشوف الأطوار الحشرية الموجودة داخل الحبوب بعد كده طريقة التعويم طريقة التعويم تعتمد أن الحشرات أو الحبوب المصابة بتكون أقل في الوزن وبتطفو على سطح الماء وبعد كده تقدير نسبة كمية أو تقدير نسبة سانيوكسيد الكربون في الوسط متعارفين أنه اللافات عموما كان حيي ولا لا كان حيي طبعا فأي كان حيي بيتنفس وهو بيتنفس بيطلع سانيوكسيد الكربون كلما زادت نسبة سانيوكسيد الكربون اللي موجودة في الوسط دل ذلك على ازدياد شدة الإصابة وبعد كده استعمال أشعة اكس في تقدير نسبة الإصابة تعالوا بصوا بهم نخدهم مع بعض كلهم كده الغربلة تكسير الحبوب صبغ الحبوب طريقة الشفافية التعويم تقدير كمية سانيوكسيد الكربون المنبعث من الحبوب واستعمال أشعة اكس في تقدير نسبة الإيه؟ الإصابة بعد كده حنتطرق للباب الثاني اللي هو الطرق المختلفة لمكافحة الآفات طرق المختلفة لمكافحة الآفات عندي طرقتين رئيسيتين باستخدمهم في مكافحة أي آفة في الطريقة الأولى بقول عليها الطرق الطبيعية طريقة تانية طرق التطبيقية طرق الطبيعية هي الطرق التي تستخدم في مكافحة الآفات دون تدخل الإنسان ربنا اللي عاملها ما فيش حد بيتدخل فيها طب النوع التاني بقول عليها الطرق التطبيقية تعريفها ايه يا دكتور؟ هي كل الطرق التي تستخدم بواسطة الإنسان في مكافحة الآفات تعالوا بنا نبص على الشاشة وناخد أهم ما يجب أن يعنى به الباحث عندما يريد مكافحة آفة معينة أول حاجة مضى الضرر اللي بتحدثه الآفة هل هي آفة خطيرة ولا آفة بسيطة اتنين التعرف على الآفات المراد مكافحتها هل هي آفة حيوانية؟ هل هي آفة حشرية؟ هل هي آفة نباتية؟ أي أن كانوا عليه الآفة؟ ثلاثة العوائل اللي بتصيبها الآفة اللي هي النباتات اللي بتتغزى عليها الآفة أربعة التوزيع الدغرافي للآفة اللي هي مناطق الإصابة اللي بتنتشر فيها الآفات في مناطق بتصيب المناطق الباردة وفي آفات بتصيب المناطق الباردة الباردة وفي آفات بتصيب المناطق الحارة والمدرية وهكذا بعد كده دراسة تاريخ حياة الآفة اللي هي دورة الحياة زي ما انا قلتلكم من شوية في حشرات تطورها كامل بيضة يارك عزراء حشرة كاملة حشرات تطورها ناقص بيضة حرية حشرة كاملة ستة دراسة العامل البيئية العامل البيئية يعني العامل البيئية من حرارة ورياح ورطوبة وامطار وضغط جوي ورطوبة كل العامل دي بتؤدي الى التقليل او زيادة انتشار الافات انا بشوف بادرس العامل دي علشان ادرس العامل اللي بتؤدي الى انتشار الافات اعمل عكسها في عملية المكافحة هناخد اولا المكافحة الطبيعية زي ما انا قلتلكم تعرفها من شوية هي كل الطرق اللي بتستخدم في مكافحة الافات دون تدخل الانسان عندي نظرية مهمة جدا بدرسها في الافات هي النظرية الوحيدة تعتبر اللي عندي في المنهج السنة دي اللي هي نظرية التوازن اللي هي الطبيعي بتنص على ايه النظرية دي يا اولاد بتنص على انه الافات واعداءها الحيوية بتوجد في الطبيعة في حالة توازن عددي يعني ايه توازن عددي يعني لو زاد عدد الافات بتزيد اعدادها الحيوية بحيث تعملي بالانس او تعملي توازن في اعداد الافات اللي موجودة فين في الطبيعة عديكم مثال يمكن انتوا تستغربوا من الاعداد اللي عندنا دي لو احنا بدأنا في شهر ابريل بزوج من الزبابة المنزلية اللي هي انتوا وكلكوا تعرفوها وتركنا لها المجال بدون اعداء حيوية وبدون عوامل بيئية تموتها ليه التكاثر والزيادة في العدد حنلاحظ انه بعد اربع شهور يعني في شهر اغسطس اللي هو شهر تمانية هي بدانا ابريل وصلنا لاغسطس الاعداد الزباب حيغطي مساحة سطح الكرة الارضية بعمق حوالي سبعة واربعين قدم القدم انتوا عارفين كم سنطي يا ولاد القدم حوالي تلاتين ايه سنطي نظرية التوازن الطبيعي بتنص على ايه بتنص على انه الافات وعدائها الحيوية بتوجد في الطبيعة في حال التوازن عن الطب هل النظرية دي لسه في حال التوازن لا حصل فيها خلل طب اسباب الخلل ايه اسباب الخلل تدخل الانسان الانسان تدخل فيه النظام البيئي اللي ربنا عامله وانتوا عارفين ان احنا لما بنحط مناخيرنا في حاجة ما بتفضلش في حال التوازن اتنين استعمال المبيدات المبيدات استخدمناها او المبيت يعتبر استخدمه ايام الحرب العالمية التانية اللي هو مبيت بقوله على الدي دي تي المبيت ده زي ما موت الافات موت معها قعدها الحيوية وبالتالي حصل خلل في نظرية التوازن الطبيعي وبعد كده اسباب الخلل او السبب التالت لخلل نظرية التوازن الطبيعي اللي هو تقدم وسائل المواصلات هناخد بقى عناصر المكافحة الطبيعية وركزوا فيها كويس جدا علشان بيجي فيه منها اسئلة اكترة في الامتحان هناخد عندنا بتنقسم لقسمين اولا بنقول علي عوامل غير حيوية وعوامل ايه حيوية اللي هي بايوتك وابايوتك الابايوتك او الغير حيوية يعني ما فاش روح تشمل ايه بتشمل العوامل الجوية والعوامل الجوية بتشمل اولا درجة الحرارة وبتنقسم لأكتر من نوع اول نوع عندنا اللي هي درجة الحرارة المسلى او المسالية وركزوا فيها ممكن تجيلك مصطلح علمي في الامتحان او قللك ما المقصود بدرجة الحرارة المسلى هي درجة الحرارة التي عندها تبلغ الآفة أقصى نشاط لها بتزيد في النشاط بتزيد في التغذية بتزيد في الضرر على النبات وأيضا بتزيد في معدل التكاثر وبتزيد في أعداد الآفات بتاعتها اللي احنا بنقول على البيبيوليشن اتنين المنطقة الغاشية الحرارية الوقتية صدمة حرارية مجحرة في وقت من أوقات الصيف بيحصل الآفة بتتعرض لنيوغش عليها وبنقول عليها منطقة الخمود الحراري اتنين منطقة الراقدة منطقة الراقدة الصيفية أبو يقول عليها البيات الصيفي ودي بتبقى فترة طويلة من أسبوعين لعدة شهور لشهور الصيف منطقة الحرارة المميتة بتشمل درجة الحرارة التي عندها تموت الآفة منطقة الغاشية البردية الوقتية وآخر هندي حاجة منطقة الراقدة الشتوية ومنطقة البرودة المميتة هناخد بقى تعريف مهم جداً اللي هو تعريف دور السكون هو نقص أو انخفاض مستمر في النمو الجنيني والأنسجة أو أعضاء التناسل وذلك تحت الظروف الطبيعية والمدة طويلة ولا تكون العامل الخارجية فقط هي المسؤولة عن هذا النقص أو الانخفاض عندي أيضاً رطوبة سواء كان رطوبة أرضية أو رطوبة جوية والضوء فيه عندي حشرات بتنجذب للطوء بنقول عليه استجابة ضوئية مجابة وحشرات عندها استجابة ضوئية سالبة زي الفراشات مثلاً والطيارات الهوئية زي رياح وبيجي لك فيها سؤال علل بيقول لك علل اختفاء الإصابة بالمن والتربس في شهر مايو من كل عام هتقوله وذلك نظراً لهجوب رياحة الخمسين التي تقتل المن والإيه والتربس الأمطار طبعاً الأمطار بتؤدي إلى غمر التربة في الماء وقتل الأطوار اليراقية الموجودة فيه في التربة والضغط الجوي بيساعد الضغط الجوي المنخفض على حدوث التزاوج والتكاثر بين الحشرات والضغط الجوي المرتفع يؤدي إلى زيادة معدل تغزيط بعض أنواع معينة من الحشرات النوع الثاني من العوامل الغير حيوية اللي هي العوامل الجغرافية أو بقوله علىها الطوبغرافية بتشمل إيه أولاد؟ بتشمل الجبال والهضاب والمسطحات المائية وبتعمل كحاجز طبيعي بيحول دون انتقال الآفات من مكان مصاب إلى مكان إيه؟ سليم بعد كده عوامل التربة عندي فيه عوامل كتيرة جداً فيه عندي عوامل تربة فيه حشرات بتجود أو بتنتشر فيه الأراضي الخفيفة وحشرات بتنتشر فيه الأراضي الغدقة وفيه حشرات بتنتشر فيه الأراضي الحمضية زي الديدان السلكية وعوامل التغزية فيه حشرات بتفضل التغزية أو بتزيد عددها عند التغزية على فيتامين بي أو أنواع معينة من الخميرة وأنواع المن أيضاً بتفضل التغزية على الأوراق الغدقة أو الأوراق الطرية والنمل الأبيض النمل الأبيض أيضاً بيفضل فيه أنواع معينة من الترمايتس أو الحيوانات الهضبية أو البروتوزوة بتودي إلى هضم السلولوزي الموجود داخل المعدة كده عزاء الطلبة نكون خدنا جزء كبير جداً من مادة الأفات خدنا مظاهر الإصابة بالأفات المختلفة الأفات اللي بتتغزى بقرض العائل والأفات اللي بتتغزى بامتصاص عصارة النبات وخدنا الأفات ذات الطبع الخاص وخدنا بعد كده الأفات الحيوانية وخدنا بعد كده أضرار الأفات وخدنا بعد كده تقدير نسبة الإصابة بالأفات وأبراد حصر الأفات وخدنا الطرق العامة لمكافحة الأفات خدنا منها جزء الأول اللي هو المكافحة الطبيعية خدنا منها العوامل اللي هي الحيوية بكده عزاء الطلبة نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور ويل شلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات قادمة بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته